اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الشباب البحريني يمثل محورا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه باعتبارهم القاطرة التي تقود حركة التنمية في المملكة وتتولى مسؤولية بناء مستقبل مشرق للبحرين وأكد سموه أن ذلك يأتي في وسط الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله حيث وضع سموه الشباب ضمن أولويات برنامج الحكومة للعمل على تمكينهم وتهيئة الظروف أمامهم والتي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحفل تكريم الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لامع وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيدة روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وقال سموه تبني مملكة البحرين استراتيجيات التنمية في مختلف القطاعات على أساس الشباب وتسعى دائما إلى إسناد أدوار ومهمات حيوية ورئيسة لهم وتعمل على تهيئة الشباب لقيادة مستقبل البحرين عبر الاستثمار في طاقتهم ومهارتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ليرتقوا بأنفسهم ويمسكوا بزمام المبادرة وتبوء المناصب القيادية في مختلف المجالات الأمر الذي يساهم في ديمومة الارتقاء بقطاعات المملكة وأضاف سموه وضعنا أولوية ورسمنا طريقا واضحا للاستثمار في الشباب البحريني المؤهل والذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار والمبادرة وهذا ما تجسد على أرض الواقع من خلال البرنامج الوطني لامع والذي ساهم في تمكين الشباب وصقل قدراتهم واكتشافها بطريقة عملية صحيحة حتى شهدنا شباب لامع يتبوؤون مناصب قيادية رفيعة في القطاعين العام والخاص الأمر الذي يؤكد الثقة الكاملة في قدرات ومهارات وإمكانيات شباب لامع وأشار سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة إن المشاركين في برنامج لامع يمثلون النخبة والصفوة من الشباب البحريني من الجنسين وأمالنا معقودة عليهم ليكونوا جزءا أصيلا من المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة بالإضافة إلى كونهم الهمين لأقرانهم من الشباب في المملكة محتاج إلى جهود وطاقات أبنائها الشباب في بناء المستقبل هذا وتفضل سموه بتكريم المشاركين في البرنامج إضافة إلى الرعاة وكان الحفل شهد إهداء قصيدة من المشاركين إلى سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ألقاها صالح يوسف وكلمات المشاركين ألقاها أحمد النجدي